طيب نأخذ شهادات يهودية نأخذ شهادات يهودية يعني اسمح لأروح للشهادات اليهودية وأقول قبل ما أروح ليوسيفوس عندي التلمود هذا التلمود ده حجر أساس في التاريخ اليهودي التلمود البابيلي في جزء اسمه مبحث السنهدريم رقم 43 بيقول إيه في هذا التقليد أو في هذا التلمود بيقول في عشية عيد الفصح علق يشوع النصري بحسب كلامه علق يشوع النصري وكان المنادي قبل ذلك اليوم يوم الصليب بأربعين يوما يقول سوف يرجم لأنه صحر وأغوى إسرائيل وأزاغه وأي شخص يقدر أن يشهد لصالحه فليتقدم ويدافع عنه ولم يتقدم أحد ليدافع عنه ولم يشهد أحد لصالحه هذا ما ذكره التلمود البابيلي في الجزء مبحث السنهدريم رقم 43 عندي شهادات يوسيفوس وده يوسيفوس يعني من أدق المؤرخين اليهود الحقيقة هذا الرجل يقول يقول أن بيلاطوس حكم على المسيح بالصلب حسب طلب رؤساء الشعب والذين أحبوا المسيح أولا لم يتركوا وههم باقون إلى الآن واسمهم مسيحيين حتى بعدما قتل المسيح على الصليب يفتخرون بعلامة الصليب هذا ما ذكره يوسيفوس الكاتب اليهودي ثم أيضا هناك حخام يهودي اسمه يوحنة ابن ذكة تلميذ واحد اسمه هليل أو هليل بيقول إيه هو ألف كتابا بالعبرانية دعاه سيرة حياة يسوع النصري هذا الرجل وهو يهودي وغير مؤمن بالرب كتب كتابا كاملا عن شخص المسيح اسمه سيرة حياة يسوع النصري كل شتائم في شخص المسيح ويتشفى ويشمت في كيف استطاع اليهود أن يصلبوه على الصليب ويمحو اسمه من على الأرض هذا ما كتبه اليهود الكتاب يهود اشتركوا في القناة